اشتركوا في القناة وقد رحب جلالة العهل المفدى باسمو الأمير عبد العزيز بن أحمد بن عبد العزيز معربان عن اعتزازه بعمق العلاقات الأخوية التاريخية الوطيدة بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة وبالترابط الأخوي الوثيق الذي هو إرث يعتز به البلدان الشقيقان قيادة وشعبا وكذا جلالته على الدور الكبير الذي تطلع به المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أهل المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظه الله في الدفاع عن القضايا العربية والإسلامية في كل المحافل الإقليمية والعربية والدولية كما أشهد جلالته بجهود سمو الأمير عبد العزيز ودوره الإنساني في مجال مكافحة العمى والإعاقة البصرية وما يقدمه من خدمات تطوعية جليلة من خلال دوره في المؤسسات الوطنية والدولية المعنية بطب العيون ورئاسته للمكتب الإقليمي للوكالة الدولية لمكافحة العمى بشرق المتوسط منويه أن الملك المفدى بالتعاون القائم بين مملكة البحرين ممثلة في وزارة الصحة والمكتب الإقليمي في مجال مكافحة العمى وبالإنجازات التي حققها المكتب الإقليمي في هذا الجانب وجهود الإنسانية لتوفير الرعاية الصحية والطبية معرب أن جلالته عن تمنياته لسمو الأمير عبد العزيز بن أحمد بن عبد العزيز دوام التوفيق والسداد وبنجاح أعمال المؤتمر الدولي الثالث عشر لمجلس الشرق الأوسط وأفريقيا لطب العيون مياكو الذي يوقد في البحرين مسالهم من جانب عرب صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن أحمد بن عبد العزيز عن شكره وتقديره لجلالة الملك المفدى على ما وجده من حرص واهتمام من جلالته لمبادرات المكتب الإقليمي في مجال مكافحة العمى والإعاقة البصرية كما أطلع جلالته على برامج ومبادرات المكتب الإقليمي في مجال مكافحة العمى والإعاقة البصرية مشيدا بتميز العلاقات البحرينية السعودية التي تحظى بالدعم والرعاية الكريمة من لدن عاهلي البلدين الشقيقين حافظهم الله